الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الشوء رأيك في الوقفة هاي الشخصي فضل الله هي الشخصي في هذه الوقفة هذه الوقفة أتت لنبعث رسالة إلى سلطات الاحتلال بأننا هنا بقول لن نقتلع ولم تقلعونا سنبقى في أرضنا أرض أجدادنا وليس أرض أجدادكم ارجعوا إلى من أين ما أتيتم هذه بلاد بلادنا كلما النساء لتذد وأمهاتنا عائشات وأهلين عايشين في هذه البلاد سنستمر أتناكم هنا من النقب من قبل نبندينة راهق ومن أم الحران بعصور الشهيد شهيد أم الحران شهيد العرض والمسكن لن نعطيكم ما تريدونه إننا أبناء شعب واحد النقب والشمال والمثلث أبناء شعب واحد سنستمر بالعيش على عرضنا رغم كيد الكائدين اليوم أقمنا هذه التظاهرة من أجل صد الهجمة الشرسة على جواهب العربية من كل نواحي هدم البيوت نحن اليوم نناديب على صوتنا يوقفوا هدم البيوت ولا نعطي مجال لأي هدم آخر في المنطقة أو في أي شبر في فرسطين في وطننا الحبيب الحكومة تنتهج حجمة شرسة على وتحريط على جماهب العربية ونحن نطالب من كل العالم أن يقف أمام هذه المستمرة في جاءة استمرار للخطوات التي قررتها الرجل المتابعة وربط سياسة الهدم مع البيوت التي تنتهجها حكومة اليمين والرئيس نتنياهو هذه الحكومة أعلنت الحرب ضد مواطنيها العرب في هذه البلاد بحيث أنا تصادر الأرض وتحاول أيضا أن تهدم البيت حتى تفقد هذه الجماهير من أمامها وشو رأيك أنت؟ أنا برأيي هذه وقفة جماهرية مهمة جداً هذه صدقة غضب، هذه مقولة لحقومة في إسرائيل أن الجماهير العربية ترفض هذه السياسة ما سيهدن سنبني وننتصدى لأجسادنا لكل آليات الهدفة في قرآن العربي إسرائيل من الهب קודם כל היה לי מאוד חשוב לבוא לפה בסולידריות ובשותפות עם החברה הערבית إبي نתניהו החליט להפוך את החברה הערבית כולה בישראל לאויבים وأרדן החליט להפיץ شקרים نجد החברה הערבית כולה وأني כאן בסולידריות ושותפות אבל אני גם כאן כדי להגיד שיש תקווה והתקווה هي والسلام وبسيحيين وضروز هذا أكثر ما يسعدني وهذا درس لكل واحد أبناء شعبنا إن وحدة الصف هي وحدة كفاحية اللي بس بموجبها إن نقدر إحنا نقضي على التمييز العنصري وعلى الاحتلال نقضي على على أرضينا ما منحية وحدة وحدة وطنية كل القوة الفورية وحدة 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 كمر في حياتي حكومة عنصرية حكومة محرضة تحريدية حكومة تلاحق وتطارد العرب بشكل منهج أنا أعتقد بأن رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي هما من المحرضين الأساسيين ضد الأقلية العربية في هذه البلاد سيما وأنهما انبرياء أمام الشاشات شاشات التلفاز والإعلام العالمي وكأننا نحن الذين كنا وراء ما حدث في الجنوب ما حدث في الجنوب بناء على القنالة 10 هي جريمة لا تؤتفر ونحن نطالب بإقامة وتشكيل لجنة التحقيق رسمية في هذه ويشو رأيك في هذا الاحتجاج في هذا الحجد الموجود اليوم هذا قول صارخ للأقلية العربية في هذه البلاد بأنه لا يمكن ولا بأي حانا من الأحوال الاستمرار بأن نكون كبشة الفداء نحن لسنا هكذا نحن الضحية ويترتب على هذه الحكومة أن تعود إلى رجدها وإلا أن تستقيل ونحن نقول هذا القول لأننا نجئنا من رحم هذه الأرض ونحن هنا من الأصلانيين لا يمكن ألعبث بوجودنا وكرمتنا في هذه البلاد لكي تستطيع أن تستطيع الوحيد من الأمر من أجل مختلفة إلى أجل مختلفة إلى مختلفة إلى مختلفة إلى مختلفة إلى أخرى اليوم في هذا التجامع مبارح كان في عندي سؤال انه فيه ناس راح تستجيب طبعا هنا فيه رسالة احنا نستجيب احنا مع قرارات اللي جت متابعة وكمان كلمتنا وحدة احنا ضد العنصرية اللي بتمارسها هاي الفكون يعني مش لاكي اي وسيلة لهادم بيوتنا لها تحويتنا في جميع الوسائل لإحباطنا ولا لحد من تطورنا اجل وكت ان كلهم يفهموا ان احنا ايد وحدة وشعب واحد وقضيتنا واحدة وليم كل تفرقاتنا اولا احنا بنصير مش شعب ما اذا غير شي يقل بيستنكار ان يتشارك في اتخاذ القرار ويغني على مواله سيستهدروا بنا وبقراراتنا نحن نريد ان يمكن قراراتنا برأيي ان هذا الحج الجماعي الكبير واكبر رد واكبر رد على سيزات نتنياهو وإرداء وحكم والوحدة الوطنية الغنايم معنا شراك في هذه الوقفة بعد ذلك نحن نشك انه هاي شهادة شرف لمجتمعنا العربي الفلسطيني الهدف مش هدوه بقلان سواء او في ام الحيران ولكن سمعنا العربي الفلسطيني في اكمله باستهدر مولي وجدا كنا هنا بنا في ام الحيران وهو بها الدخول صخني متواجد هنا absorbed على الله يمشاركك الأهلين الضيوب من صخنين على نوصل تلكم والحافي من طلسطيني ونحن نطلب انا بلاس ملايين من المواطنين هذا بقول انه ما فيش قد عطيم جير هاي الأرض اللي هي أرض الأجداد والأباء فهذا اندل على شيء بدل نلوا من وحدتنا من قوتنا من صمودنا من بقاءنا فأهلنا من قناة زوية. تعالوا من قناة زوية تشربكم. طلب الامرانين.